وكلمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو إذن الأزمة السياسية تستمر في إسرائيل وهو رئيس الحكومة يلقي بكلمة قبل منتصف الليل حيث من المقرر أن يحل الكنيسة نفسه أو قد يحل نفسه مع انتصاف هذه الليلة كان هناك تصويت وفشلة وفشلة المساعي لحل هذه الأزمة السياسية في إسرائيل نحن نغير في الأشهر الأخيرة التاريخ ونحن نقوم باتفاقيات سلام أربعة إضافية في الأشهر القريبة في هذا اليوم مع وزارة الصحة تحدثنا والبارحة أيضا في منتصف الليل مع النوائب الموجودين والمسؤولين رؤساء اللجانة المختلفة لن أعرض الأرقام الدقيقة ولكن يمكنني أن أقول أنه بعد المحادثات التي أجريها مع هؤلاء الزملاء وكنتيجة لمجهودنا يمكن لإسرائيل أن تكون من أولى الدول التي تخرج من أزمة الكورونا أنا أيضا تحدثت معهم لساعات طويلة عن الخطر والوباء الجديد الذي ينتشر في العالم ولكن سوف أقص عليكم البشرة أولا هو أنهم متفائلون حيال اللقاحات التي سوف تكون ضد هذا الوباء واللقاحات التي حصلنا عليها هنا في إسرائيل ومن الممكن كما يقولون أن نصل إلى نسبة 90% في هذه اللقاحات وهذه أخبار صار تماما خلال بضعة أيام سوف نرى ذلك هذا الأمر مهم جدا للإنسانية ولدولة إسرائيل كذلك ولكن من جهة أخرى لدينا أيضا أخبار غير السارة مثل ما يحدث حول العالم نحن نرتفع بارتفاع حاد جدا لأعداد وأرقام المصابين في إسرائيل ولذلك علينا أن تخذ الخطوات المناسبة من أجل حماية صحة مواطني إسرائيل وهذا ما فعلناه هنا في الجلسة التي انتهت الآن لكي نوسع الميزانية ونزيدها لكي نقوم بإدارة الأمر كما يجب الأمر ليس سرا أنا لم أرد أن ندخل ونخوض انتخابات كذلك حزبي الليكود كنا دائما ضد الانتخابات ولكن للأسف وأنا أقول لكم الحقيقة أن بني جانتس عاد إلى تفاقياتنا وهذا العمل سوف يجر دولة إسرائيل لانتخابات جديدة هذا الأمر حدث بسبب الصراع الداخلي بين الأحزاب وهو عاد وتراجع عن قراره لكي يتيح لنسن كورين أن يطور ديكتاتورية تابعة لليسار وأن يقوم بخرط النتائج التي صوت عليها الجمهور نحن لا يمكننا أن نتيح لهذا الأمر بأن يحدث نحن ضد الانتخابات وهذا القرار غير صائب من كخولفان ولكن إذا كانوا سوف يلزموننا بذلك نعدكم بأننا سننتصر بمساعدتكم يا مواطني إسرائيل سوف ينتصر الليكود بنتائج سارة وعالية جدا ولذلك مواطني إسرائيل يرون كل الإنجازات التي نقوم بها نحن نقوم بجلب ملايين اللقاحات من أجل مواطني دولة إسرائيل ولكي نخرج من وباء كورونا نحن نجلب انتصارات في موضوع اتفاقية السلام أيضا وأيضا في جناح الاقتصاد أنا أعرف أن هناك أصحاب الأعمال الذين يخدون الكثير من الصعاب ويواجهونها ولكننا نفهمكم ولذلك منحناكم الكثير من البرامج التي يمكنها أن تساعدكم هو كخلظة لن يقوموا بأمور كهذه نحن نريد أن نساعد مواطني إسرائيل في آخر مرحلة من الخروج من هذا الوباء السبب الآخر لانتصارنا هو أن القرار في هذه الانتخابات القرار واضح إما أن تكون حكومة متعلقة بلابيد واليسار أو حكومة يمين بحث هذا هو الاختيار هناك الكثير من السياسيين الذين يدعون أن لديهم التجربة الطويلة وأنهم مناسبون لأن يكونوا رؤساء حكومة أحكموا أنتم أحكموا بأنفسكم من هم السياسيون ومن هم المدعون هذا الأمر حقكم وهذا ما نقوم به في الديمقراطية الأمر الذي يمكنني أن أقول لكم بوضوح وهذا الأمر لا يتعلق بأي أمر آخر لكل واحد من هؤلاء السياسيين الطريقة الوحيدة لتركيب الحكومة هي عن طريق أن ينضموا للابيد واليسار ليس لديهم أي طريق أخرى يمكنهم أن يعطوا الكثير من التصريحات وأن يطلوا علينا الكثير من الأمور والقصص وعن ولائهم وإيمانهم ولكن ليس لديهم أي طريقة أخرى لتركيب الحكومة من دون لبيد واليسار الطريقة الوحيدة لكي نقوم بتركيب حكومة يمين من دون اليسار ويمكننا أن نعتمد على السياسيين في هذه الحكومة وأن نقوم بتحقيق حكومة يمينية كهذه هي بتصويتنا للليكود وفقط للليكود أريد أن أعيدكم بأننا إذا توجهنا واخذنا هذه الانتخابات سوف أستمر بعملي طوال الوقت من أجلكم وأكرس نفسي من أجلكم في السلام والصحة والاقتصاد وكل ما يلزم الأمر بكل طاقتي شكرا جزيلا لكم قبل التسعة أولا أنا وفقت على التبدل في رئاسة الحكومة وفقط الاتفاقات التي جرت بيننا والتي تراجعهم عنها هذا كان القرار قرار البارحة هم خرقوا هذه الاتفاقيات خرقوا كل الاتفاقيات التي كانت بيننا وقاموا بتركيب حكومة داخل حكومة ولم يحترموا الأمر بسبب هذه الأمور لم وافق على التبادل وهذا كان قرار البارحة كان بأن يكون هناك تبادل في رئاسة الحكومة فيما بعد ولكن الأمر لم يكن هناك حلا له ولذلك كان هناك موافقة من جهتي ولكنهم لم يقبلوا بذلك والآن بما يخص الألقاب والوظائف وما إلى ذلك عندما ركبت الحكومة قلت وشكلتها قلت أنني سوف أوزع وظائف الوزارة لمن كانوا وزراء من قبل وهذا ما قمت بهم في المرات السابقة ولكن كان لدينا عدد وزراء أقل بكثير من العدد الموجود بسبب اتحادنا مع حزب كحولفان وهذا ما فعلته ورئيس الكنيسة مثلا لم يحصل على وظيفة كوزير وهذا ما حدث سيدي رئيس الحكومة لم توافق على مصادقة الميزانية في الكنيسة من قبل ولكن كيف يشعر مواطني إسرائيل اليوم عندما يفهموا أنهم كانوا في النهاية دفعوا ثمن الحسابات السياسية هذه لم يدفعوا أي ثمن لأننا كان يمكننا أن نقوم بجلب هذه الميزانيات بعد أربع أسابيع هذا كان الطرح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر